بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني طلبة قسم طلبة التعليم الفني طلبة التعليم الصناعي بالأخص قسم أعمال الخرصانة المسلحة يعني عايزين نرحب بيكو النهاردة في حلقة جديدة حلقة من حلقتنا الجميلة اللي هي بنتكلم فيها على أعمال الخرصانة المسلحة وتنفيذ الشدات الخشبية المستخدمة في أعمال الأساسات واتكلمنا الحلقات اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت على وبدأنا اتكلمنا عرفنا ايه هي الخنزيرة اشتغلنا في الخنزيرة وقبل الخنزيرة اتكلمنا على التربة وعرفنا جسات التربة بنعملها ليه وعرفنا التربة نوعيتها ايه وأعمل خنزيرة في أنهو تربة وعملها على بعد قد ايه المهم النهاردة ان شاء الله هنبدأ نقول خطوات تنفيذ الخنزيرة خطوات تنفيذ الخنزيرة بنقول ايه اول حاجة مراجعة ايه الرسومات دي اهم حاجة اهم شيء في الخنزيرة يا باش مهندسين مراجعة تنفيذ الرسومات وكمان بعرف من الرسومات نقط الروبير او النقط اللي انا بعرف عنها نقطة خط البحر او نقطة منسوب البحر فين بتيجي طبعا من المساحة اللي بتكون مسؤولة عن المنطقة او اللي فيها المنشأ بتاعي تمهيد طرق المرور حول الخنزيرة لتسهيل دق الايه دق المحاور وشد الخطان المحددة للمحاور وكل الكلام ده هنشتغل ان شاء الله عملي دلوقتي بطريقة على نموذج صغير ولكن هتشتغله وهنعمله كأن حضرتك دلوقتي شغال في الموقع بالزبط باذن الله فتمهيد طرق المرور حول الخنزيرة حوالي المكان بتاعي لتسهيل دق المحاور وشد الخطان المحددة للايه للمحاور طيب بعد كده تمكين مكان الخنزيرة ويفضل ان تكون مساحة من مساحة المبنى او الحفر عن واحد متر الى اتنين متر يبقى انا دلوقتي المفروض يا جماعة هعمل ايه هاعرف مكان المنشأ فين عشان ابدأ ان كنت هحفر هحفر المكان بتاع المنشأ يبقى ابعد منه بمسافة لا تقل عن كام عن اتنين متر او واحد متر ففي الحالة دي ليه بقى ابعد اتنين متر او واحد متر باش مهندسين على اساس ان انا لو الارض اول حاجة بتهيل معايا او هي نوع من انواع التربة الرملية اللي بتنهار بعمل ايه بيبقى الخنزيرة سبتة والخنزيرة بعيدة بحيث اعرف اشتغل في المنشأ ووسع المنشأ واعرف اكمل شغلي في الاساسات بتاعتي او بتاعة المنشأ من الناحية التانية افرض عندي الارض دي مثلا بتطلع بتطلع منها الايه الردم بتاعي يبقى فيه فرصة ان انا اتحرك واللودر يطلع ويتحرك ويروح وييجي والعمال كمان يعرفوا يتحركوا ويطلعوا الردم بتاعي من المكان اللي موجود عندي في المساحة اللي بين الخنزيرة والايه والمنشأ خلي بالك برضو نعمل حسابنا فيه مراعاة ان تكون التحليقة او الخنزيرة افقية تماما وهنشوف الكلام ده كويس جدا دلوقتي من اعلى نقطة فين؟ في الموقع كله يبقى انا دلوقتي المفروض الخنزيرة بتاعتي بتكون شكلها افق جدا يعني بتكون ببص على المنشأ بتاعي لو المنشأ دوا فيه حتة عالية وحتة وطية باعمل الخنزيرة على اعلى منسوب او اعلى نقطة عندي لو هحملها على حاجة احملها ولو هشايلها على حاجة اشايلها المهمة الخنزيرة تكون بمستوى ايه افقي تماما وموزونة بميزان المية وكمان اعيد عليها وزن بميزان بميزان يعني ميزان الخرطوم في نقطة معينة ونقط يعني على بعد كبير على اساس ميزان الخرطوم يديني فرصة ان انا اتحرك معايا او يتحرك معايا في اي نقطة ااخد بيها شرب فمع مراعاة ان يكون ايه تكون التحليقة اللي هي الخنزيرة افقية تماما من اعلى نقطة في الموقع كله يبقى الخنزيرة بتكون على في حدود الموقع كله وزي ما قلنا على مسافة بتكون يعني على بعد من المنشأ اتنين متر يعني تحوق تتحلق بالموقع كله وكمان بتكون ايه بتكون من عروق مستقيمة وتزبط بميزان المياه افقيا كما يراعى ان تكون من خشب الايه الف الليري اللي مقاساته كان اربعة في اربعة بوصة وخمسة في خمسة بوصة وستة في ستة بوصة وكل ما نتكلم على الخنزيرة لازم هنقول المقاسات بتاعتي عشان افضل عارفها وافضل عارف ان الخشب بتاعي اسمه خشب في الليري اللي انا بستخدمه في الايه الخنزيرة ومقاساته اربعة في اربعة بوصة وخمسة في خمسة بوصة وستة في ستة بوصة طيب الخنزيرة عندي بتدكم بالايه الخنزيرة بالخوابير خلف خلاف كل واحد متر يعني كل متر ما يزدش عن كده بيتسبت خبور والناحية التانية على بعد متر تاني بيتسبت خبور في الايه في المادات وان شاء الله هنشوف الكلام دوت يبقى الخنزيرة تدكم الخنزيرة تدكم بي خوابير او تسبت بخوابير تسبت في الارض يا اما خوابير حديدية يا اما خوابير ايه خشبية من قطع من الايه الخشب اللاتي زانا اللي هو قطع واحد في اربعة بوصة واحد في خمسة بوصة بجيب منه اللي هو كسر صالح للاستعمال ودقه في الارض لو الارض ينفع ايه يدق فيها الاخشب وصمرها في الايه في المداد بتاع الخنزيرة طيب بعد كده لو ما فيش عندي الارض بتاعتي صلبة شوية ما ينفعش يدق فيها الايه يعني الخوابير دي اللي هي الخشب فصعب عليها شوية اعمل ايه قطع من الموقع قطع من الموقع حديد فضلات حديد طولها اربعين سنتي خمسين سنتي ستين سنتي وتكون سمكها يتحمل الدقة عليها وابدأ ااجي على اسبتها مكان الخوابير على مسافة محورية او مسافة تكون حوالي واحد متر تقل عن واحد متر حتى تزيد من قوة الايه من قوة الخنزيرة وامسك الخنزيرة وانا بسبتها بالايه بالسيخ الحديد اقوم مميله سنت على الايه على الخنزيرة بحيث ان هو اسبته بمسمار يعني مسمار خلف خلاف وكمان السيخ نفسه بيكون سيخ من الناحية دي وسيخ من الناحية دي السيخ من الناحية دي اللي هو خبور يعني من الناحية دي وخبور من الناحية دي وبكده انا اكون سبت الايه سبت الخنزيرة او المادات بتاع الخنزيرة يعني بطريقة جمدة جدا لو سبتتها بالطريقة اللي بقول حياتك عليها دي طريقة شطرنجية وتثبتها بالمسمار في المادات طيب بعد كده نخش على إيه بش مهندس ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية في الأركان الأربعة أو مطابقة للرسومات بالضبط إلا إذا كان المطلوب خلاف ذلك يعني إيه الكلام دوت هنوضحه في عجالة بيقول ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية الزاوية لازم الخنزيرة طالما الموقع مربع أو مستطيل وعدل لازم أو الرسم بتاعي بيشير إلى أن الموقع بتاعي عدل وكمان المنشأ نفسه مربع أو مستطيل إذن ليه كم زاوية؟ أربع زواية طيب كل زاوية فيهم بتقول أن هي إيه؟ أن أنا زاوية قائمة مش زاوية منفرجة أو يعني زاوية حدة أو فيها ميل أو كلام من دوت لو فيها ميل المنشأ هيبقى فيه إيه؟ في المنشأ من جوه هيكون فيه شطرات ومش مطلوب خالص أن أنا هعمل منشأ وأعيش فيه أو أعمله منشأ إداري أو أعمله أي شيء يكون فيه شطرات على أساس أعرف أستخدمه لو فيه شطرات بتبقى مشكلة أن أنا حط أساسي فين وحت فين فلازم أضبط الخنزيرة بتاعتي على المنشأ اللي هو مربع أو مستطيل وظبط الزاوية بتاعته جدا على زاوية قيمة بإيه؟ بطريقة أو طريقة فيسغورس اللي هي إحنا بنكلم عنها في السوق أو الصناع يعرف عنها في السوق ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة أو المسافة كلها تدين 12 وهنعملها إن شاء الله عملي ولكن في عندي حاجة تاني ممكن اللي هو بيتكلم عليها دلوقتي إذا لازم الأمر في إنحناء أو في حاجة مثلا زي زاوية منفرجة في مكان بدل ما سيبها هعمل لها لازم أعمل لها خنزيرة لأن هيبقى فيها محور في الحالة دي هأعمل إيه؟ لازم أعمل لها الخنزيرة بتتسبت على إيه؟ زي ما بيقولك في السوق بتتسبت على أبوها على المكان أو على الحال الموجود عندي ولكن المطلوب من ساعتك إن شاء الله دلوقتي كراجل طالب في مدرسة الصنايع أو في قسم الخرصانة أعمال الخرصانة وتكنولوجيا أعمال الخرصانة في نظام الجدرات إن حضرتك بتعمل إيه؟ بننفذ معاك خنزيرة مربعة أو مستطيلة بحيث تعرف الفكرة عمتا وأي حاجة تاني بتبقى معاك إن شاء الله سهلة يبقى إذن بعد كده زيادة كمان طول الخنزيرة زي ما قلنا من حدود المبنى من جانب من كل جانب بحوالي 2 متر ليه؟ لتفادي وجود أعمال حفر تحت الخنزيرة وكمان في حالة وجود مناسيب مختلفة ترفع أو ترفع الخنزيرة في الهواء على قائم أو قوائم خشبية وتسبت جيدا حتى لا تتحرك وذلك بحيث تكون أفقية يبقى في حالة إن أنا عندي الأرض بتاعتي فيها تعريج أو فيها عالي وفيها واطي مش هينفع أثبت خنزيرة أفقية فبضطر أرفع لها سواري وأرفع لها عرايس وأظبط لها إن أنا أعمل الخنزيرة بطريقة مرتفعة شوية من على الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سنتي بتوصل 50 أو 60 أو متر أو متر وعشرين أو متر ونص على حسب الموقع أو حسب ما يشير إليه المنشأ وحال المنشأ اللي موجود عندي دي حاجة تاني أهي؟ طيب بعد كده بيقولك تمهيد الأرض بداخل المساحة اللي هي المساحة المحاط بيها الخنزيرة وإزالة العوائق حتى لا تعترض الخيطان أثناء شد المحاور جميل المحاور بتاعتي أنا بشدها على الخنزيرة لو شدتها المحور بيكون من إيه؟ بيكون من الخيط والخيط ده بيكون إن لو أي حاجة لمست فيه أو هزته أو يعني خبطت فيه أو تسند على حاجة معينة ارتفاعات أو عوالق في الأرض ما ينفعش إن أنا الخيط يشتغل معاي وبيكون بيديني مقاس مش مزبوط خالف في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ قبل ما اشتغل في الخنزيرة قبل ما شد أصدي الخيطان بقا أعمل إيه؟ بقا أقوم مزبط الأرض بتاعتي حوالين الخنزيرة من داخل الخنزيرة أزبط الأرض كلها بمساحة المنشأ كله بعد كده أبدأ أشد الخيطان حتى بعمل تست قبل ما شد الخيطان بتاعتي وأعمل إيه؟ أحرك الخيط من إيه؟ من اليمين والشمال من الجنوب والإيه والشرق أو أيا كان بحركه كل الاتجاهات أشوفه الخيط هيخبط في حاجة أو هيلتش في حاجة معايا زي ما بيقولك في السوق ولا لأ؟ لو مش هيخبط في حاجة ببدأ أشد الخيطان بتاعتي وأخذ المقاسات بتاعتي بالطريقة اللي هي قال عليها الكود المصر بعد كده بخش على تخطيط حدود الأواعد والميد بالجير على الخيط بحدد بقى الأواعد والميد بتاعتي على الخنزيرة بالجير والإيه؟ وكمان الخيط اللي هو الأكسات بتاعتي آدي عند الخنزيرة إيه؟ فيه زي ما حدوك شايف كده بشماندس معمولة اللي من جوه ده المنشأ بتاعي أو حدود المنشأ زي ما هنتكلم دلوقتي وهنشتغل ونعمل الخنزيرة مع بعض واللي من بره دي خنزيرة متسبتة بالمدادات بتاعتها متسبتة بالإيه؟ بالخوابير في الأرض دي طبعا أرض إيه؟ أرض مستوية جدا فعشان كده ثبت الخنزيرة بتاعته بالإيه؟ بالخوابير وعملها عمل المدادات بتاعته أهي؟ ومثبتها بالخوابير في قلب الأرض أهي؟ تمام؟ بطريقة شطرانجية يعني واحدة جوة واحدة برة من الإيه؟ من المداد بتاعي وبعد كده عندي زبط الزوايا زي ما هنظبطها دلوقتي وثبت عليها حاجة اسمها أبقاب بعد كده الأبقاب دوت بيعمل إيه؟ بيحفظ مسافة الزاوية القايمة بتاعتي ويخلي الزاوية القايمة بتاعته عدلة جدا مظبوطة جدا ويحفظ مسافتها بعد إما إيه؟ إما أقسها عندي وأبدأ بعد كده يشد الخطان بتاعته عادي خالص نشوف الشكل الثاني اللي هو مرتفع أهو رسمته زي ما حضرتك شايف كده باش مهندس ويريت نخلي بنا الباش مهندسين والطلبة جدا 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 من الخنزيرة لأن الخنزيرة دي مهمة جدا في المنشأ المنشأ بتاعي بدون الخنزيرة يعني ممكن يحصل فيه مشاكل كتير بدون الخنزيرة إذا حصل في الخنزيرة خلل زي ما حضرتك مثلا يعني هنتكلم دلوقتي إن الخنزيرة اللي حصل فيها خلل بيكون الخلل في المنشأ كبير جدا جدا فعند الخنزيرة دي يعني دي اللي هي مرتفعة فوق الأرض الأرض بتاعته كان فيها مشاكل فاضطر يرفع الخنزيرة من على الأرض بسواري زي ما حضرتك شايف كده إيه؟ اللي هي متسبتة وقرتها سودة دي ومرفوع عليها العروق بتاعتي اللي هي المادادات عروق المادادات دي برضو السواري دي أو الأوايم دي بتكون من خشب الفليري يعني أفضل حاجة بتكون من خشب الفليري تتسبت على الأرض أو يتسبت فيها عروسة تسبتها في الأرض وهنشرح طريقة العروسة إزاي برضو مع الشغل العملي مع النموذج اللي إحنا جايبينه معانا ولكن اللي عايز حضرتك تعرفه حاجة مهمة جدا إن الخنزيرة دي عشان نشتغل فيها لازم تكون عارف إيه هي الرسومات وكمان محيط إيه المنشأ بتاعي منين لفين وتربيعة المنشأ بتبقى منين لفين تمام وبنيجي بعد كده بعد ما أعرف تربيعة المنشأ بتاعي أو مكان المنشأ بتاعي فين بقى ثبت في كل ركن شاخص الشاخص ده بيكون حاجة من الحديد سيخ من الحديد متعلق فيه علامة حمرة بحيث تظهر لأي حد هيجي ثبت أو للنجار أو الصنايعي اللي هيجي ثبت لإيه يثبت الخنزيرة فالسيخ الحديد ده ليه سيخ حديد على أساسي أعمل لعقفة من فوق أو فتحة من فوق أربط فيها قطعة من القماش أو قطعة من القماش عندي تكون لونها أحمر وأبدأ أثبتها في أماكن وإركان المنشأ بتاعي بحيث أخذ منها حدود الخنزيرة أخذ منها إيه حدود الخنزيرة طيب الخنزيرة دي لو حصل فيها خلل في وطر أو في محور أو في خط تنظيم الخلل ده بيمشي معايا لو العمارة دي أو المنشأ ده هيكون ارتفاعه 12 دور 20 دور 15 دور هيمشي الخلل معايا على طول طيب ينفع أصلح الخلل اللي حصل معايا في الخنزيرة في أول دور أو في تاني دور أو في تالت دور بعد ما اكتشفه إطلاقا ما ينفعش الخرصانة طالما تصبت بتفضل على خطأها أو على إيه أو على صوابها ما ينفعش إن أنا أحرك شيء من مكانه خالص بعد كده اتصب عليه المنشأ بتاعه بخش بقى في مشاكل تاني لو حصل عندي مثلا محور أو وطر مثلا اتحرك عن مكانه شوية ولازم يرجع مكانه بابدأ بقى ايه أشوف حد يزرع أشوف حد يزرع حديد واشوف حد يفتح للحديد في اللبشة أو في الايه أو في القاعدة بتاعتي ولو القاعدة هتتحرك من مكانها أعمل لها قميص وشغلانة تانية كبيرة جدا مش هينفع إن أنا أخوض فيها طيب عايزين نبدأ دلوقتي نشتغل مع بعض ايه ايه الخنزيرة بتاعتنا شغلنا بقى العملي والخنزيرة بتتكون من مددات وإيه يا جماعة ولبش مهان للسمعة كنت بتقول إن الخنزيرة بتتكون من مددات من عروق في الليري جميل هي فعلا كده بتتكون من مددات من عروق في الليري من قطاع كام ها ثلاثة في ثلاثة واربعة في أربعة وخمسة في خمسة جميل وأفضل حاجة للمددات بتاعتي لما تكون يعني تكون من حجم كبير بحيث تكون صلبة ومتينة وجمدة في الموقع بتاعي اللي هو أقل حاجة مثلا نول عشرة في عشرة ولكن هنيجي نبص في السوق السوق شغال معايا اللي هو ثلاثة في ثلاثة يعني سبعة في سبعة العرق بتاعي ما فيش مشكلة بس يتزود له نسبة من الايه من الخوابير بنقول كل متر احنا نقول كل خمسين سنتي خبور ونسبته سواء حديد أو سواء يعني يكون عندي لتزانة أو قطعة من لتزانة ما فيش أي مشكلة بنيجي نقول حدود الخنزيرة بتاعتي أو نجيب الخشب بتاعي أهو أدي أول عرق معايا أهو هنبدأ نتحرك مع بعض العرق اللي قصاده أهو خلينا أنا بعمل إيه دلوقتي أنا بحاول أرص العروق بتاعتي في أماكنها بطريقة تكون تقريبا نوعا ما تكون يعني آآ توصلني إلى حدود المنشأ تقريبا آهي طيب في حاجة مهمة جدا هقولك عليها وإحنا بتزبط الخنزيرة لازم حضرتك تكون عارفها دي تيجي كده وأنا بزبط الخنزيرة بتاعتي رصيت المادات بشكل أهو زي ما حضرتك شايف كده وإحنا اتعمتنا إن إحنا نجيب لنا موزج ده نموزج محدش يعني يحسبنا على إن الشكل أو المنشأ لا هو ده نموزج بس بنفس الشكل اللي حضرتك هتشتغل بيه في الواقع وهقولك كل حاجة بالتفصيل فنخلي بنا كويس جدا من النموزج اعتبر ده عر وده عر وده عر وده عر أو اعتبر بشكل أفضل تاني ده مجموعة عروق وده مجموعة عروق وده مجموعة عروق وده مجموعة عروق حوالين التحليقة أو حوالين اسمها هي تحليقة أو خنزيرة حوالين المنشأ بتاعي طيب يا أستاذ أنا عايز أنحدد الأول المنشأ بتاعي اللي موجود عندي أن أنا دلوقتي الخنزيرة بتاعتي أنا خدتها من على المنشأ وبعدت المتر أو المتر ونص أو الاتنين متر هأبدأ بعد كده أعمل إيه في الخنزيرة أشد خيط أشد خيط أهو للخنزيرة بتاعتي بس طبعا إحنا هنا مفيش مصامير ولا هينفع عنده مصامير فمش أنا بوضح لك بس أن أنا المفروض أنا المادات ده بتاعي أشد عليه خيط طب ليه أنا هشد خيط يا أستاذ أنا لما باجي قبل ما اشتغل في الخنزيرة بعرف حدود المنشأ بتاعي في المكان ده مثلا هذه المنشأ بتاعي مربع أو مستطيل في النقطة بتاعتي دي تمام؟ باخد من حدود المنشأ مسافة الخنزيرة اللي هو الشخص الأولاني اللي هي 2 متر أو متر ونص ومن الآخر 2 متر أو متر ونص وأبدأ أشد أسبت مصامير أو قطع حديد وأشد عليها الخيط بتاع الضلع ده تمام؟ أهو مثلا وليكن أنا بشد الضلع ده أهو ماشي؟ لازم الخيط بتاعي يكون بالشكل اللي حياتك شايفه ده يكون مشدود شد جمدة جدا بحيث الضلع بتاعي ييجي مستقيم جدا 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 ودي مهمة جدا دي بتاخد مع الصناعي ممكن تاخد تصبيت وأفقية الخنزيرة بس تاخد معاه يوم كامل فإحنا بنحاول أن احنا نختصر على نموذج بحيث تكون حضرتك عارف كل حاجة باش مهندس وتستلمها زي ما احنا هنتكلم دلوقتي يبقى أول حاجة الصناعي بيرس المادات بتاعته بطريقة يعني وهمية على الخنزيرة بتاعته أو على المكان المحدد بتاعه اللي هو الخيط بتاعه من المنشأ بتاعه اللي هو بيبدأ من اتنين متر من نصية أو زوية المنشأ بتاعي من الأول ومن الآخر يبقى إيسم ما جاء إيسم إيسم من الأول وإيسم من اين من آخر المنشأ جميل بعد كده بقى أبدأ أشد الخيط بتاعي وأثبت على الخيط لأن الخيط يكون مشدود جدا زي ما حدك شايف وبيكون هو اللي محدد لي مكان الخنزيرة طيب الخيط لو معوج هيعوج مين العروق أنا باجي بعد كده على الخيط ده أهو أرسل إيه أرسل العروق جنب بعضها على الخيط بتاعي طيب إحنا رسينا العروق بنرجحها مكانها المزبوط عشان نبدأ نشتغل النموذج بتاعنا تمام رسينا شغلينا أهو بعد ما رسيتها رسيت شغلي بجيب بعد كده حاجة اسمها يعني عوارض قفل بأبدأ أثبتها عندي كده في الخنزيرة تمام أهو بحيث أثبت العرق ده بالعرق ده أهو أثبت العرق دوا بالعرق ده بإيه بعرضة قفل أو أقفل بيها مكان مكان اللي فاي اللي هو هيبقى سايب من العرقين بتوع دود يبقى أثبت له حاجة اسمها عرضة قفل أهي عرضة وعرضة في الكورنر دوت عند العرق ده وعرضة عند العرق دوت طيب يا باش مهندس لما يجي أقول في ضلع عندي واخد كذا عرق جنب بعض في عرق جنب بعضها أعملها إزاي أو أنا أثبتها إزاي ببعضها آه دي ليها تثبيت تاني هنتكلم فيه أهو وهقولك عليه وهأوضح لك إزاي إن إحنا بنثبتها لو جبنا عرقين جنب بعض مثلا زي دول هذه عرقين أهم عايز أثبتهم كده مثلا جنب بعض أهم زي ما حضرتك شايف كده أهي بقوم عمل لهم إيه عمل لهم عرضة من الجنب كده اسمها وصلة أو وصلة إفل وكمان عرضة تاني كده أهي تمام اتمسكوا العرقين ماشي ماشي أثبت العرق ده العرق أهو العرق أهي عايز نوضحها قوي تمام أهي ماشي ودي العرضة بتاعتي طبعا بتكون أقل حاجة نص متر من ناحية دي ونص متر من ناحية أو تلاتين سنطن ناحية و تلاتين سنطن ناحية دي وبعد كده بسبتها بالمسمار أهل حاجة تلات أو أربع مسامير من ناحية دي في العرق ده و تلات أو أربع مسامير من ناحية دي في العرق التاني كده يبقى أنا سبتها بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي أنا عملت لك مثال ليها وجايب لك ليها لي برضو مسبت يعني عرقين في بعض وعمل لك فيها الوصلة جاهزة معايا تمام بعد كده باجة أقول إيه بعد ما سبتنا العوارض بتاعتنا و سبتنا العوارض أو يعني وصلات العرق بتاعتي بسبت وأكد على العوارض بتاعتنا اللي موجودة اللي هي كورنر بتاع الكورنر بتاع كل الزوايا بتاعت الخنزيرة بتاعتي وسبتها برضو بتلت أو أربع مصامير من كل اللي جناب اللي موجودة عندي كل عرق أخد له تلت أربع مصامير وتلت أربع مصامير من هنا نفس القصة كل الاركان طيب كده سبتت معايا الخنزيرة بدأت تثبت لكن ما سبتتش ليه فيها تصبيت ايه أول حاجة في تصبيت الخنزيرة أول حاجة في تصبيت الخنزيرة يا باش مهندس إن أنا أشوف الزاوية بتاعتي قايمة ولا مش قايمة أنا كده يعني استقامة الخنزيرة كويس الجنب العرضي ده كويس مظبوط جدا على الخيط والجنب الطولي ده مظبوط جدا على الخيط والجنب العرضي والجنب الطولي التاني كله مظبوط على الخيط جميل وراجع على الكلام ده مرة واتنين وثلاث المفروض إن أنا باديهي أقول إيه هي كده زاوية قايمة لا كده مش زاوية قايمة باجي أعمل إيه باجي أعمل حاجة بسيطة جدا جدا أقول إن عندي حاجة اسمها طريقة فيس غورس بس الأول نحاول نثبت إيه الشنزيرة ببعضها عشان متتحركش مني وإحنا ما اتفاناش عالتخبيط بس إيه غصب عني يعني معلش كده أنا بثبت العوارض بتاعتي بالمسمار أو بثبت العروق بتاعتي بالمسمار أو يعني أنا عشان ده نموذج والمفروض كل طالب فينا في نظام الجدرات بيعمل نموذج من النمازج دي مهمة جدا والله دي مهم دي أفضل حاجة تاخد عليها درجات اللي هي نظام النمو النمازج دي ليه بتثبت أكتر شيء بيثبت أنت راجل فاهم أنت عشان تعمل حاجة صغيرة زي كده ها دي يعني أكتر دليل أكبر دليل أن حضرتك يعني فاهم فاهم شغلك كويس قوي فاهمك للتمرين بتاعي أو فاهمك للمهمة بيكون يعني أنا لو صنيعي وشغال برة مش ممكن ما تعبش التعب ده ليه دي نموذج صغير يعني صعب أن أنا مسيكه وصعب أن أنا أبدأ أحركه ماشي ولكن هو بنفس الطريقة بالزبط بنفسش هو العرق صغير ولكن برة كبير هنا عرق واحد بأخذ حتة واحدة ولكن دي مجموعة عرق برة ماشي الموقع كبير طيب ببدأ أثبت بقى عندي بعد ما ثبتنا العرق في بعضها تمام ببدأ أثبت عندي اللي هي عرضة عرضة القفل لشان أقفل العرق مع مين مع بعضها أهي ثبتها والعرضة دي بتكون زي ما قلنا من خشب من خشب اللي تزانة من خشب اللي تزانة وأهميتها طبعا هي مهمة جدا ولكن مش هتثبت الخنزيرة بشكل رسمي قوي يعني ولكن هتكون الخنزيرة لسه بتتحرك معاي هتكون الخنزيرة بتتحرك معاي تقريبا فهنقول دلوقتي أهي كده سبت تقريبا الخنزيرة بس لسه بص بص الزوايا عاملة زي الزوايا لسه بتتحرك معاي زي مش هينفع أن أنا سيبها كده طيب عشان أثبت الزوايا بتاعتي ليها طريقة ليها طريقة وطريقة مهمة جدا بس أنا عايز أعرف الزاوية مظبوطة ولا لا هل هي زاوية قايمة ولا زاوية مش قايمة طيب إزاي يا أستاذ في عندي طريقة الصناعية بياخدوها أو شغالين بها برا بيقولك إيس من كل ضلع مسافة اللي هي نظرية في صغرس عندنا ماشي لمربع طول طول الضلعين بيساوي مربع الوتر طيب إيه هو بقى النظام أو الطريقة لها كذا حل لما تيجي تكون حادثك صناعي برا أجي أقول إيه طريقة ثلاثة أربعة خمسة زي ما بيقوله في السوق هو بيقولك في السوق طريقة ثلاثة أربعة خمسة أجي إيه أنا عندي ده نموذج تلاتة متر طيب تلاتين متر في عندي شغلانة هتبقى طويلة جدا أقيس تلاتين متر ماشي أقيس ربعين مثلا تلاتة متر على شأن أظبط الزاوية ما فيش أي مشكل ourselves أقيس تلاتين متر ما فيش مشكل يبقى تلاتة يا تلاتين يا إمة تنكام يا تلاتين سنت يا تلاتين متر لو المسافة عندي طويلة يبقى إيس إيه تلاتين متر طيب لو المسافة يعاني مثلا إيه هزبط الزوية دي بس وأمشي في الزوية التانية 3 متر 4 متر 5 متر هنا بقى عشان نموزد هيس ايه 30 سانتي 40 سانتي 50 ايه 50 سانتي لو قفلت معي على 50 سانتي يبقى انا شغلي كده ايه مزبوط 100% طب نشوف كده نبدأ نقيس اهو 30 وال30 تكون من عند تلاقي الضلعين بص تلاقي الضلع ده عند تلاقي الضلعين ده خلي بالك مهم جدا جدا يعني ان انا ايسمي عند تلاقي الضلعين دي اهم حاجة اهم حاجة في الخنزيرة لو حركت مل البرة ومل الجوة ماينفعش ماينفعش خالص يبقى الخنزيرة هتطلع عندي ايه يا زاوية يعني مش هتبقى زاوية قايمة خالص لو برة هتبقى زاوية كزا او بقى جوة هتبقى زاوية كزا فمش هتبقى زاوية قايمة ومش هتزبط لي المحاور بتاعت قادي تلاتين سنتي عشان ده نموذج زي ما قلنا وقادي يا جماعة مش مهندسين اربعين سنتي بصنا المتر فين من جوة جوة اهو اربعين سنتي طيب اجا قاسها بقى هي انا قاسة تلاتة متر واربعة متر سهل جدا ان انا قاسة تلاتة متر والايه والاربعة متر مفيش اي مشكلة طب ايه المشكلة لو قافلت معايا على الخمسين ها او على الخمسة متر يبقى انا كده ايه شغلي مزبوط انا قاسة تلاتة متر واربعة متر تقفل معايا على الخمسة متر ما قافلتش يبقى انا شغلي في مشكلة ابدأ ازبط مين الزاوية يفتحها يدخلها الجوة شوي لو هي اقل من الخمسة متر افتحها شوي لو هي اكتر من الخمسة متر ابدأ ايه قلمها شوي طيب يا استاذ لو هي انا دلوقتي بقيس تلاتين سنتي اربعين سنتي تقفل معايا على كامل او استاذ قولي باش مهند سمعك بتقول لي اربعين خمسين هي خمسين اهي خمسين تمام تمام خمسين اهي ده هي لا فيها اتنين ملي فيها اتنين ملي ايوه اهي كده تمام مزبوطة مية في المية خمسين خمسين صند الكلام ده بعمله كده تمام معايا است وزويتي بقت مزبوطة تمام التمام ويعني الصناعي زبط غالي وقال لي يا باش مهندس شفت اه الدنيا حلوة انا بقى كرجل مهندس او رجل مشرف عايز اعيد وزن او اعيد مقاس على الخنزيرة بتاعتي واعرف الزاوية بتاعتي مزبوطة بالملي ولا لا في طريقة تانية في طريقة يعني ازبط من كده ايه هي ان يكون المتر اللي معاه ده شريط طويل طوله بيزيد عن اتناشر متر يعني يعني ايه بيزيد عن اتناشر متر لو هو اخدها بتلاتة اربعة خمسة اجمع التلاتة والاربعة هيديني سبعة والخمسة هيديني كام اتناشر ايوة كده اتناشر اتناشر دول يا باش مهندس بتيجي تعلق المتر بتاعك في المسمار ده وتحط المسمار في الكورنر التاني وتقوم معلق جاي ساحب المتر بتاعك كده على الاربعة اللي هو المهندس الصناية عملها وتقوم قافل معاك المتر ساحب المتر بتاعك اهو تعال بص انا بقى اشتغلته وعملتها طلع معايا كام لو الكاميرا جايباها هتلاقيها مية وعشرين سنطي عشان دهنا موزج فهناك هيبقى اتناشر ايه متر على الطبيعة على الطبيعة هيديك اتناشر متر بالزبط لو قافل معاك اتناشر متر يبقى انت كده عملت الاختبار بالنسبة يعني او بتراجع وراء الصناعي مراجعة سليمة مية في المية طب ليه باش موانس ما استش تلاتة اربعة خمسة زي الصناعي ماشي غير نظامك مع الصناعي بحيس الصناعي يهابك ويعرف ان انت دلوقتي فاهم شغلك وعارف بتعمل ايه كويس جدا 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 ان انت ما استش بطريقته ودي طريقة ودي طريقة والتنين طريقة واحدة بس بتؤدي كمان الى نفس الغرض مش طريقة واحدة وخلاص هي بتؤدي كمان الى نفس الغرض يبقى انا زويتك كده ايه مزبوطة رجعت شغلي لقيته مزبوط رجعت وراء الصناعي لقيت شغلي مزبوط اللي انا بعد ما زبطت الزاوية بتاعتي اعمل ايه في خطوة مهمة جدا وانا بزبط في الزاوية قبل ما سيب الزاوية اقوم جايب لها حاجة اسمها ايه اسمها ابقاب واقوم مسبتها مسبته عليه اهو ايدي الابقاب بتاعي اهو والابقاب ده باش مهندس بيكون من خشب الايه من خشب التزانة او اللتزانة بتاعي اهو سبطه في الاربع اركان اللي اقوم بابدأ بسبطه ليه عشان يحفظ عندي الزاوية زاوية الخنزيرة عشان كده بنقول الخنزيرة مهمة جدا جدا فبابدأ ان انا ما عديش فيها اي حاجة الا لما تكون سليمة مية في المية زي ما حدك شايف كده حتى الزاوية نفسها ابدأ ازبطها وسبتها من الايه اه بالابقاب بتاعي كده ده الابقاب الاخير من خشب الايه اللتزانة وخشب وخشب اللتزانة ده زي ما قلنا خطاعاته كام ها سامع واحد بيقول لي واحد بوصة ايوة صح واحد بوصة في اربعة بوصة واحد بوصة في خمسة بوصة ادي الابقاب بتاعي كده تقدر تشيل وتحط فيه النموذج بتاعك زي ما انت عايز اهو تمام موجود عندي ادي الابقاب او الخنزيرة بتاعتي معلش عشان ده نموذج انا هورهولك على الكاميرا من جميع الاتجاهات اهو ادي الطول العرض والطول بتاعي وادي العوارد بتاعتي اهي وادي الايه كمان عندي الابقاب بتاعي مزبوط وادي عندي الايه اللقفال بتاعتي مزبوطة مية في المية نرجحها تاني عشان نكمل شغلنا على الخنزيرة تمام طيب بعد كده انا زبطت الزواية بتاعتي ورجعتها وراء المهندس او وراء الصنايعي وانا كطالب زبطتها وجاني المراجع بتاعي او المدرب بتاعي وقال لي انت كده تمام وشغلك مية المية بالنسبة للايه للخنزيرة طيب ابش مهندس انا عايز الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده هابدأ اجيب اللوحة بتاعتي واشوف خطوط بتاعتي فين اللي هي ايه يا بش مهندس يسميهاش خطوط ولكن انا بقول عايز الناس تتكلم معايا الخطوط اللي هي المحاور واول خط بيبدأ عندي بيبدأ من خط التنظيم ايه هو خط التنظيم اللي هي حدود المنشأ اللي احنا سبتناها بالايه بالشواخص في الاول خالص تمام فانا سبت الحدود المنشأ وحد اتهى بالايه حددتها بالايه بالجير بتاعي وممكن احنا نحددها مع بعض دلوقتي ونعمل لها شكل كده معين بحيث ان احنا يعرفها على الورق بتاعي تقريبا هتبقى شكلها زي ما حضرتك شايف كده نعمل حدود المنشأ بتاعي ماشي وليكن اهي ده حدود المنشأ دي بس احنا المفروض دي اول حاجة بنعملها اللي هي حدود الايه حدود المنشأ قبل الخنزيرة او ساعة ما يكون بشتغل في الخنزيرة قبل ما ثبت الحدود بتاعتي او يعني المددات بتاع الخنزيرة بكون محدد المنشأ بتاعي على الارض زي ما انا بعمله كده بس عشان ده زي ما قلنا نموذج فانا بحاول اعمل على قد ما نقدر ونوصل المعلومة لحضرتكو زي ما انت شايف يبقى المنشأ بتاعي ظاهر عندي اهو طيب من المنشأ اول حاجة بعملها ايه بقوم جاي ابص على الرسم المنشأ او من خط التنظيم الاولاني تمام وهوضحه لك كمان بيعني خط اهو 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 والخط ده اللي هو اسمه خط ايه اسمه خط بناوي خط بناوي وبحاول اجيبه الوان اجيب الخط ده الوان على اساس ان انا ابدأ اعرف ايه هو خط الوجهة او خط التنظيم بتاعي لونه شكله ايه واعرف الاكسات بتبقى لونها شكلها ايه ادي مسلا عندي خط التنظيم الاولاني اللي هو العرض اهو شده انزل انزل ايجي على الخط اللي بعد كده التنظيم الطولي بس طبعا هنجيب الخط ده من الاول ده ده الخط العرضي هنجيب وهنجيب واجيب الخط اللي بعد ده اهو هارجع منه اعمل الخط الطولي التاني هيجي معايا ان شاء الله اهو ما تلقش الخط كتير عندنا والخير كتير موجود كل حاجة ولكن عايز اعمل نقطة عشان ده اخر نقطة عندي فهبدأ ان انا اقفلها قفلة كويسة اهي طبعا ايه حاضرتك شايف بنشتغل من غير مساعدين وانت شغال كراجل مهندس او راجل صناعي دي معاك المساعد بتاعك بيساعدك فهنا كل حاجة تقريبا بتبقى جاهزة اهي كده انا عندي خط التنظيم بتاعي وضح عندي اهو من اللون الازرق ده خطوط او حدود الايه حدود المنشأ تمام كده كده بايه هي اللي بتحكمك طيب اجي بعد كده باش مهندس اشوف ايه اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده الى وهي الاكس الاولاني الاكس الاولاني هاخده من الطول ولا من عرض مفتوحة معاي اجي ااخد الاكس الاولاني من الايه الطول مثلا اقوم راكز على الايه على المكان اللي انا علمته وقبل ما اتحرك على الخط بيكون عندي الخط يعني خط التنظيم لازم اسبت له مسمارين مسمارين واعلمه بعلام ظاهر قوي ومفروض بيكون يعني بعمله من اللون الاسود يعمله خطين جنب بعض واسبت له مسمارين جنب بعض بحيس اعرف ان انا دلوقت اما يجي الصناعي يشتغل هيعرف ان ده خط خط الوجه طب الخطوط التانية بتكون مسمار واحد ولون تاني مختلف عنه او خط واحد من لون تاني واللون لما اجي احط الاعلم بالايه بالعلام بتاعي على خط الوجه اللي هو ده اعلمه من جوه ومن فوق من جوه ليه ومن فوق من جوه على اساس ان انا دلوقت لو جاء الصناعية بيقيسوا او بيتحركوا معايا وبيشتغلوا معايا في اه الى بيحصل لو انا قيست العلم ده او علمت العلم ده باللون من فوق في اه اللي بيحصل عندي العلم ده مع مشي الناس بيتمسح في من هنا بابدأ ان انا اقيسه من اين اقيسه من الداخل وإن شاء الله هنكمل في الحلقة اللي جاية ونلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته